يعني هذا الاهتمام بالدكاء الاصطناعي وصل لأي مرحلة في أمريكا وفي العالم هو وصل لمرحلة تشوف يا حضرتك هو في الأول بيبقى هي موجة الموجة دي بتبقى يا إما أنت بتقابلها بخوف وتردد وحصل ده لأنها مش النهاردة بس لكن بعد ما وصلت لأنها حقيقة أصبح دلوقتي كل العالم في حالة أول حاجة بيتم الاستثمارات الاستثمارات هتوصل تقريباً لـ 50 بليون دولار مع نهاية السنة دي 50 بليون دولار متقسمة بين موضوع جينيراتيب اي اي وموضوع الشركات الناشئة أو الثلاثة أربع شركات الكبار في مجال الزكاة الصناعي ده هيتم هيتم كده توقعات بقى الـ ROI بيسموها أو return of investment هيبقى كام من الـ 50 بليون هيبقى ممكن 1-2 ترينيون دولار في الفترة اللي جاية يعني في فترة قصيرة مش هنعدي 20-30 ألا ما تكون نفس وصبنا للميزانية دي السبب الحقيقي إن هي يعني مش مجرد كلام إحنا بنقوله ده بقت حقيقة بقت حقيقة بنلمسها في الشارع في المكاتب في الأعمال بتاعتنا إحنا في موسم دلوقتي في أمريكا طبعا وفي العالم كله موسم الضرائب حاجة بسيطة جدا دلوقتي بقت بتكنولوجيا الزكاء الصناعي هي اللي بتعمل الملفات وهي اللي بترجحها وهي اللي بتصحح الخطأ وهي اللي بتتوقع إن في حاجات هي يعني خطأ متعمد أو خطأ مش متعمد في حاجات خرج عن القيم العادية أو ليلة من القيم العادية ده كله نوع من الأوتوميشن يعني بدل ما أنا عايز 10-15 موظفي يعملوني العملية دي في برنامج صغير هو اللي بيعملها لي ويقدم لي الربورت فبقت حقيقة احنا لمسينها الحقيقة اللي احنا بقى يعني ممكن احنا مش كلنا لمسين معظم الناس لمسين الحتة بتاعة الضرائب دي عشان بنجي كلنا في آخر السنة بنقدم الضرائب فبقت لكن الحاجة الأكتر بقت دلوقتي بقت موجودة تكنولوجيا في السيارات الجديدة اللي هو الجيل الرابع والخامس دلوقتي دخلين فيه سيارة مثلا دلوقتي بقت فول أوتوماتيك بتقف قدام الباب الباب بيفتح لك وبقى فيه سيارات قيادة اذاتية وبعدين دخلين بالزبط ودخلين على السيارات نفسها دلوقتي يعني كل الدي بيت دلوقتي على ما عرفش أقول اسم الشركة ولا لأ لكن تيسلا طبعا من العربيات اللي بتحط اسم بتحط العنوان وبتحط بتركب بتوصلك لنفس الموضوع يدوبك مجهود بسيط اللي انت ممكن تمسك التارت العجلة أو الستيرنويل الأخطاء اللي ممكن تقابلك في الطريق هي بتقولك الإشارات هي بتوقف في الإشارات نفسها يعني فالتكنولوجيا بقيت انت حاسسها بقيت عايش فيها بدون تعيش فيها يبقى بتتعامل معها وبتتبنها أكتر فأصبح دلوقتي ولو اتأخرت أكتر من كده هتبقى متخلف عن عن الركب اللي هو وسائر أو زي ما بيقوله the train is moving fast يعني فده اللي احنا أنا تقريبا تلات سنين لحد دلوقتي بتكلم على نفس الموضوع بأن احنا لازم نلحق كانوا ينصحونا في الشركة أن stay relevant stay relevant يعني خليك خليك مواكب لللي بيحصل حواليك لأن الترند هو ترند مش مش وبعدين بعد الترند بقى حقيقة والحقيقة مش هلازم تفضل معها لحد ما هتفضل محيطة بيك لأن هيبقى فيه pressure جاي عليك من المجتمعات الخارجية بقى جزء من واقع عامل الإنسانية بالزبط